أصبح غسل اليدين مهماً أكثر من أي وقت مضى، وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية إليكم أفضل طريقة لغسل يديكم. بعد تبليل اليدين، ضع كمية كافية من الصابون على اليدين. في هذا المثال، القفازان الأسودان يمثلان اليدين الوسختين، ودعونا نضع بعض الصابون. أولاً، افرق راحة اليدين بعضهما مع بعض. ثانياً، ضع راحة اليد اليمنى فوق اليسرى مخللاً الأصابيع، وابدأ بالفرق. وكما نرى أن أطراف الأصابيع لم تغطى بعد، ولتنظيفها نقوم بفرقها ضد بعضها البعض باليد الأخرى مضمومة الأصابيع. ثم ننتقل إلى الإبهامين حيث أنها بحاجة إلى بعض الانتباه. نقوم بفرق أحد الإبهامين مستعملين اليد الأخرى، والعكس بالعكس. ثم نقوم بفرق راحة اليد بشكل دائري مستعملين أصابع اليد الأخرى. يجب التأكد من تغطية منطقة المعصمين، وذلك آخر ما يجب أن ننتبه إليه. وبعد تنظيف المعصمين، نكون قد حصلنا على يدين نظيفتين. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر